موسيقى 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 مع بدل اضراب الذي دعا اليه اليوم الزعيم الديني مقتضى الصدر في عموم العراق في اطار حملته للضغط على الحكومة للتعامل بجدية مع ملفات الفساد شن بعض نواب اتلاف دولة القانون الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء الاسبق نور المالكي شنوا هجوما لاذعا وصفوا فيه الاضراب والدعوة اليه بانهم انتهاك للدستور يأتي ذلك بينما دعت بعض القوى العراقية الى حوار بناء من اجل خفض مستوى الاحتقان السياسي في البلاد لمناقشة هذا الموضوع معنا من بغداد الباحث السياسي عصام الفيلي معنا من بغداد ايضا الباحث السياسي محمد العقيري وذكركم مشاهدين ان بامكانكم ايضا المشاركة معنا في الحوار من خلال طرح الاسئلة والاستفسارات على موقعين تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفين سأبدأ معك السيد عصام مساء الخير دعوة جديدة من السيد مقتضاء الصدر للقيام بتحرك جماهيري تحرك شعبي مسألة الاضراب ومسألة اضراب موظفي الحكومة عن القيام بعملهم وايضا الاضراب عن الطعام الذي دعا اليه في المساجد والكنائس ودور العبادة وكل هذه الامور الى اي مدى بالفعل مثل هذه الدعوات يعني مجدية السيد مقتضاء الصدر هذه ليست المرة الأولى الذي يدعو فيها الى تجمع جماهيري شعبي من هذا النوع الى اي مدى يمكن ان تكون مجدية مثل هذه التحركات برأيك نعم في البداية تحييلك سيد مهند وإلى ضيفك الكريم سيد محمد ولكم المشاهدين الكرام اعتقد ان هذا يأتي استكمالا لنهج طبيعة اللاعف الذي استخدمه السيد مقتضاء الصدر في موضوع مكافحة الفاسدين في موضوع دعم الحكومة في كثير من مجالات الاصلاح وبالتالي هو سائر في هذا النهج وكعينا ان نتذكر ان اليوم حينما نتحدث عن العراق نتحدث عن مؤسسات فاسدة وبمؤشرات دولية حاضرة وبالتالي اننا وجدنا ان حتى رئيس الوزراء الذي هو جزء من دولة القانون وعلى حينما وجد ان كثير من حيتان الفساد قد تغولوا في الدولة العراقية واصبحت لهم اذرع كبيرة رأينا انه من الضرورة بات ان يستعين بمجموعة من المحققين الدوليين بل ان كان من كل هذا ان حتى رئيس هيئة النزاع حينما وجد نفسه مرارا يصطدم بقولها بكل صراحة بكتل كبيرة يعني كونكريتية من الفساد وقدم استقالته لأكثر من مرة امام قضاء عراقية تعرض الى كثير من الضغوط ولكن يذهب باتجاه تفعيل القضاء على الفساد لذلك انا اقول هذه الدعوة الجماهرية التي دعا اليها السيد مختدى الصدر هي بالتأكيد تأتي في اطار دعم الحكومة وليس في اطار تقويض عملها استاذ محمد مساء الخير ما رأيك في هذا الكلام والى اي مدى بالفعل يمكن ان تصطدم هذه التحركات الشعبية التي يدعو اليها السيد الصدر بكتل الفساد الكونكريتية كما وصفها الاستاذ عصام شكرا جزيلا وتحية الى الاخ الفيلي وكذلك الى جمهور قناتكم الموقرة يعني بالتأكيد توقيت هذه الدعوة لن يكن صائبا بتقديري لان البلد يمر باكثر من مرحلة تحولية الان لدينا الوضع الامني والعسكري مع داعش على المحك وكانت كتل سياسية اعترضت على سحب الثقة من وزير الدفاع بداعي انه هناك لدينا استحقاق وطني هو تحرير الموصل حتى كتلة الاحرار التي هي يعني تنتمي الى السيد مقتد الصدر كان لديها هذا الاعتراف طيب اليوم هذه المواقف من قبل الكتلة الصدرية طيب لماذا لم تأخذوا بنظر الاعتبار هذه الاستحقاقات أنا أعتقد نحن قابقا وسينا وعدنا البلد من تحرير الموصل خلي تكون هذه الامور ما بعد تحرير الموصل هذا جانب الجانب الثاني هذه الاعتصامات وهذه العصيان المدني الذي دعا إليه سيدة المقتد الصدر موجه لمن؟ موجه للبرلمان أم موجه للحكومة؟ إذا موجه للبرلمان هذا الحراك أنا أعتقد البرلمان هو الآن في أفضل حالاته الآن البرلمان يشرع القوانين وشرع قوانين مهمة ومنها قانون العفو العام ومنه تجريم حزب البعث وهناك قوانين كثيرة الأمر المراقبة الأمر الثاني الذي هو من صلب عمل البرلمان البرلمان الآن يستجوب وزراء عليهم اتهامات عليهم علامات استفهام أنا أعتقد الموضوع فيه جنبة سياسية كبيرة طيب وإذا بوصلت هذه الدعوة من قبل سيد مقتد الصدر على الحكومة الحكومة الآن تقوم بواجبات إصلاحية هناك تقديم لوزراء وتم تصويت على وزراء تغيير الكابينة الوزارية جزئيا السيد الرئيس الوزراء الآن هو راعي الأصلاح بكل معنى الكلمة السيد العبادي اليوم راعي الأصلاح لأنه مرر الكثير من القضايا الأصلاحية حتى وثيقة الاتفاق السياسي أكثر من 75% اليوم نفذت لحد الآن نصف عمر الحكومة الأمر الاقتصادي السيد العبادي مرر الأزمة الاقتصادية بسلام على العراق كان هناك تخوف حتى رواتب إلى الموظفين لربما تقطع أو تؤجر إلى أشهر أخرى الآن البلد في بحبوحة اقتصادي أفضل من قبل شهر أو شهرين هناك انتصارات هناك تحقيق إنجازات أمنية هذا كلها يقوم بها الحكومة حتى سيد رئيس مجلس الوزراء مثل ما تفضل أخي وزميلي سيد عصام الفيلي استقدم خبراء من دول أخرى لديهم الخبرة بمحاربة ومكافحة الفساد إذن هذه الحراك أو هذه الدعوة من قبل سيد مقتد الصدر موجه لمن؟ باعتقادي هي دعوة فيها الكثير من الأطر السياسية فيها الكثير من الأطر الانتخابية لأن البلد قادم على استحقاقين انتخابيين أولهما انتخابات مجالس البلدية والمحافظات بعد ستة أشهر من الآن وهناك استحقاق عام هو انتخابات البرلمان أنا أعتقد في ظل هذا الحراك السياسي الانتخابي درجت هذه المواقف لسيد مقتد الصدر أستاذ عصام ما رأيك أولا هل تندرج هذه الدعوة في الإطار السياسي الانتخابي قبل هذه الاستحقاقات وماذا عن مسألة التوقيت التي أشار عليها الأستاذ محمد التوقيت ليس صائبا كما قال هناك أولويات أخرى هناك معركة الموصل هناك كل هذه الأمور إلى جانب أن الحكومة أنجزت على عدة صعود أنجزت بعض الأمور الاقتصادية الأمنية كل هذه الأمور وبالتالي التوقيت ليس بالتوقيت الأنسب للقيام بمثل هذا التحرك أولا دعنا نتحدث بكل صراحة في موضوع الجنبة السياسية أنا أعتقد أن الموضوع فيه جنبة وطنية لكما تعلم أن من كبار الشخصيات الذين أعلنوا في البرلمان وكشفوا كثير من الملفات المتمثلة بكلام السيد وزير الدفاع وبالتالي قدم وزير الدفاع قربانا لأنه كشف كثير من ملفات الفساد وبالتالي كان واحد من هذه الضحايا التسريبات الخبرية تقول بأن هناك محاولات لسحب الثقة من السيد العبادي وبالتالي هذه حقيقة الفعاليات السياسية التي يقوم فيها السيد مقتدى صدر تأتي في إطار دعم الحكومة أنا لدي معلومة وليس تحليل أن هناك محاولات من بعض الأطراف تذهبت قبل أيام إلى عمان من أجل التقاء مع بعض الشخصيات الأخرى وبالتالي محاولة دعني أقول خلق اصطفافات سياسية بالضد من السيد العبادي هذا التحرك يأتي كجزء من دعني أقول الحكومة العميقة التي تعمل بالضد من السيد العبادي في هذا الإطار أنا أقول أن سيد مقتدى الصدر قال ويقول دائما أنه داعم الأول وبالتالي كل تحرك لسيد مقتدى الصدر من خلال جماهيره لابد أن يقضى مراجع الفاسدين السؤال المطروح أمامنا اليوم موضوع تحرير الموصل إذا كنا نتحدث عن تحرير الموصل وأولوياتها كان الأحرى بنا أن نقل سيد خالد العبيدي ولا نسحب منه الثقة هل أن تأخير يعني تأخير سحب الثقة من سيد خالد العبيدي لمدة شهر سيقيم العدل والحاق أنا أقول المسألة متشابكة يعني حينما ننتبه إلى طبيعة الصراع القائم ما بين دولة القانون والتيار الصدري كل خطوة يقدم عليها سيد مقتدى الصدر حتى وإن كانت خطوة ملائكية مباركة من السماء لابد أن ينبري هناك بعض الأطراف من دولة القانون وليس كل دولة القانون أنا أقولها بكل صراحة في هذا الإطار لابد أن يذهب إلى موضوع الاعتراض ضمن هذا الإطار أقول أن الإشكالية بدأت شخصا لذلك نجد أن العزمة تذهب في اتجاه الاحتقان يعني إحنا ما يعترض نواب يقولون هذه مخالفة للدستور أنا أريد أن أسأل الذين يعترضون ويقولون مخالفة في الدستور أليس في الدستور العراقي هناك موضوع الضمان الصحي الضمان الاجتماعي موضوع حقوق المواطنة السؤال المطروح أمامنا كل هذه لا أحد يتحدث عنها في الدستور ولكن حينما يكون هناك دعوة إلى الإضراب عن العمل في جزئية معينة وهي غير ملزمة على فكرة مثلا هناك موضوع الشرطة الجيش الدوائر الصحية نحن في الجامعة نتحدث كأستاذ جامعي ودكتور وحمل لقب علمي اليوم الانتحانات تجري على قدم وساق وبكل سلاسة وليس هناك جبر وإكراه إضافة إلى أستاذ مهند لو سمحت لي أن التيار المدني هو من المبرى لدعم هذه الخطوة لأنه يدرك تماما أن حيتان الفساد اليوم ليست لديها الرغبة في التحرك يعني أمام كشف كثير من الملفات الفساد اليوم كشفت ملفات من قبل المحققين الدوليين في واحدة من ملف بسيط في وزارة واحدة كان هناك 173 مليار دينار عراقي ما يعادل ما قيت 160 مليون دولار في قضية بسيطة اليوم نتحدث عن مئات المليارات وبالتالي أنا أقول أن الفساد لا يقل خطرا على العراق من داعش طيب هذه نقطة مهمة أود أن أسمع أيضا من الأستاذ محمد بعد قليل على أنه لماذا دائما هناك اعتراضات من دولة القانون على أي تحرك يقوم به السيد الصدر وأنصاره مهما كان الهدف ملائكيا كما يقول الأستاذ إصام سأعود إليك أستاذ محمد بعد قليل قبل ذلك مع طائفة من مشاركات المشاهدين مع سامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع ماذا جاءنا سامي جاءتنا الكثير من المشاركات ولكن سنلخص بعض المشاركات منال تقول الإضرابات في العراق الهدف منها امتصاص رد الفعل على الفساد والأوضاع الأمنية والمعيشية المتردية التي يعاني منها العراقيون آدم يقول الأزمة السياسية في العراق تدور بحلقة مفرغة فالجميع يعترض لكن لا أحد يملك خططا واضحة للحل هذا أيضا سؤال يطرح مهند وليد يقول الإضراب ليس إلا مرحلة كان لابد من الوصول إليها مع استمرار التسويف وعدم حل المشاكل التي يعاني منها المواطن العراقي وفي آخر تغريدة لابتسام تقول الأزمة السياسية في العراق لا تحتاج إضرابا أو مظاهرات بل تحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف السياسية للوصول إلى حل يخرج العراق من أزمته الحالية ولكن هذا التكاتف هو المفقود في النهاية مربط الفرس مربط الفرس تماما شكرا جزيلا لك سامي أعودي الأستاذ محمد العقيل من بغداد سألتك قبل قليل أستاذ محمد لماذا الاعتراضات من دولة القانون على أي تحرك على أي دعوة يقوم بها التيار الصدري الأستاذ عزام يقول أن دعوات الصدر تقض في العادة مضاجع الفاسدين لماذا اعتراضات دولة القانون على هذه المسألة لأن دولة القانون لديها باعتقادي مربط فرس هو الدستور العراقي نعم قد هناك آراء في النص الدستوري لكن من الممكن للذين يعترضون على المعترضين من الممكن أن يلجوا إلى المحكمة الاتحادية فبالتالي تفسر الاعتراض على النص الدستوري أنا اليوم كنت في مناظرات تلفزيونية مع دولة القانون وعظام دولة القانون يقولوا أين النص الدستوري في الدستور العراقي الذي يكفل حق العصيان المدني هناك فقط مادة دستورية تقول التظاهر مكفول وحق مكفول إلى أبناء الشعب العراقي التظاهر اليوم بالعكس هو التظاهر حالة من الرقي في النظم الديمقراطية وهو يشخص ويعبر عن حقيقة ما يجري قد الحكومة لا تنظر إلى أشياء لكن التظاهر الشعبي قد يشخص بعض الأمور هذا جانب الجانب الثاني اليوم أنا أعتقد نحتاج إلى تكاتف مثلما تفضل الأخوة في الفيسبوك التكاتف أين؟ التكاتف في العصيان نفرغ الدوائر اليوم الكثير من الدوائر هي مفرغة نتيجة العصيان طيب أين الكلام يعني من الأخوة التيار الصدر يقولون لا توجد لدينا مناصب ولا توجد لدينا أتباع من أتباعنا في دوائر الدولة طيب اليوم العصيان ظهر الكثير من أتباع التيار الصدر هم في مؤسسات الدولة طيب إذا كان هناك فساد في مؤسسات الدولة طيب اليوم كموظفين وكمدراء عامين وغيرهم من مناصب هم ينتمون إلى أخوة التيار الصدر إذن هم جزء إذا كان في فساد هو جزء العملية سياسية إذا فيها خلل لكن ليست ضرورة من أتباع التيار يعني هم استجابوا لهذه الدعوات وليس بالضرورة يكون من أتباع التيار لا 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 اليوم اللافتات التي رفعت من قبل المعتصمين والذين هم يعني سوف يقوم هناك يعني عصيان لا فتات واضحة وصريحة هذا جانب الجانب الثاني اليوم كتلة التيار الصدر كتلة محترمة داخل قبة البرلمان طيب اليوم ما هو عمل دورهم ما هو عملهم بداخل البرلمان اليوم هذه العصيان من الممكن أن يكون من شعب غير منتمي إلى كتلة غير محرك من قبل كتلة سياسية من الممكن هذا يكون مقبول لكن كتلة سياسية تمارس دورا رقابيا تشريعيا ومن ثم دورا تنفيذيا بهذه الطريقة هذا اليوم حقيقة جزء من مسلسل سياسي هذا المسلسل السياسي أنا أعتقد يعني هو سوف يقلل من شعبية التيار لأن المظاهرات التي كانت الأولى بهذا الكم العدد الهائل من الجماهير تضاءل هذا العدد وكان الكيرف المنحني بحالة انخفاض حتى هذه الدعوة لم تكن باعتقاد في قياسات اليوم لدينا صور أتتنا من مراكز مؤسسات دولة ومن المساجد وغيرها كان هناك العدد لا يتناسب مع حجم الدعوة لا يتناسب مع حجم التيار الشعبي اليوم الموجود فبالتالي يفترض أن يكون هناك تكاتف ما هو التكاتف اليوم لدينا في البرلمان تصحيح للخطوات البرلمانية كثيرة يفترض أن نتكاتف مع الكتل البرلمانية التي تطالب بإزالة الفاسدين طيب الدولة العراقية بالعموم يقولون التيار الصدري أنها فيها فساد لماذا لن يكون هناك تأشير للفساد في وزارة الدفاع هل وزارة الدفاع ملائكية لا يوجد فيها فساد حتى الوزير لن يكون متهم طيب لماذا هذه الازدواجية اليوم كل ما فريق يذهب باتجاه الاستجواب يتهم الفريق بأنه استجواب شخصي وسياسي ولماذا وإذا نصل إلى مرحلة سحب الثقة تكون هناك استفافات سياسية لم يعد لدي الكثير من الوقت سيد محمد بالإستفافات السياسي وليس فرصة للرد دكتور عصاب مسألة أولا أن هناك فرق بين التظاهر وبين الإضراب التظاهر مكفول وبسألة الأصيان المدني مسألة تعطل سير الحكومة وكل هذه الأمور والأمر الآخر الدعوات المتزايدة من قبل التيار الصدري لمثل هذا الحراك الشعبي يفقد التيار شعبية يوما بعد يوم ما رأيك في ذلك يعني أولا التيار الصدري الآن يمثل نفض الشارع العراقي ونفض المحرومين ونفض الفقراء أنا لا أتحدث عن الذين يعيشون في أبراج عاجية بعد أن سرقوا كل مقدرات العراق وبالتالي هم يكابرون ويقولون أنا المواطن أنا أتمنى من كل مسؤول عراقي أن يذهب إلى نحياء الفقيرة الشيعية أتمنى من كل مسؤول عراقي اليوم أن يذهب ليجد أحوال النازحين الباعثة اليوم المشكلة في العراق لدينا محافظات فيها دوام رباعي لدينا مدارس في هذه اللحظة أي دستور تتحدثون عنه واليوم المواطن العراقي ابنه في كثير من قرى ذيقار التي قدمت دعني أقول المئات لم تكن الآلاف على قربان الأحزاب الثورية في أيام المعارضة وهم يعيشون أو يدرسون أبنائهم يدرسون في مدارس من الصرائف البائسة العراق في يوم من الأيام كان دولة كبرى وتحول بفعل الفاسدين إلى قرية صغرى كانت عبارة عن قرى تحولت إلى دول عظمى إشكالية القوى السياسية في العراق ما زالت تريد من يصفق لها تريد أن لا يكشف الفساد وبالتالي كثير من القوى السياسية ورؤساء الكتل شعارهم يقول كلما فكرت أن أترك السلطة فاضت دموعي كغمامة وتوكلت على الله وقررت أن أحكم الشعب من هذا اليوم إلى يوم القيامة هذه القوى تعتقد أن شرعيتها الثورية قد منحتها سكر غفران بأن تبقى تحكم ولا يحق لأحد أن يحاسبها بل عليه أن يدعو لها شكرا جزيلا لك دكتور أسام الفيلي الكاتب والباحث السياسي كان معنا مباشرة من بغداد وشكرا أيضا للأستاذ محمد العقيلي الكاتب والباحث السياسي كان معنا أيضا من العاصمة العراقية شكرا لكما إلى هنا مشاهدين ملفات غرفة الأخبار غدا موعد جديد وملفات جديدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر شكرا لك